اهلا بكم مشاهدين في حلقة حوارية جديدة من بيروت اليوم حيث يسرني ان اصطديف عضو كتلة المستقبل النائب دكتور محمد الحجار وهذه ابرز الملفات التي ساناقشها معهم ماذا ينتظر الحوار بين المستقبل وحزب الله اشارات خارجية ام وصول اسراب السنون حسب تعبير الرئيس السنيورة اي قانون انتخابي عصري سيقبل به تيار المستقبل ولماذا يرفض النسبية العماد عون اعتبر انه اصبح وحزب الله في مرحلة تكامل الوجود لصد الخطرين التكفري والاسرائيلي فلماذا لا يريد المستقبل عون للرئاسة اهلا وسهلا فيك دكتور محمد الحجار عضو كتلة المستقبل اول شي ما انا نقلكن مبروك التمديد الثاني لهذا المجلس لكن السؤال ما عندك جواب مش صحيح انه قلبة مبروك انا عندي حسرة اذا بدك انا وكتير غير استثوادي عنا حسرة ليش حسرة لانه ما كيف بدنا نوصل لهون مين اوصل لهون اللي عطل رئيسة الجمهورية اللي عطل انتخابات رئيسة الجمهورية وصل البلد له يعني اذا تعطل استحقاق دكتور حجار لازم نعطل كافة الاستحقاقات انا الامر واضح جدا سيز فادي بتمنى انه الكل يسمعوا وينقش بمنضوعي وبمنطق بهذا الخصوص انا بعرف والكل بيعرفوا بان موضوع تمديد ولاية المجلس امر غير ديمقراطي وغير شعبي ما حدا منا عنده لحظة لحظة بشك فيها بهذا الموضوع بس احنا وصلنا لمحل البلد اصبح فيه اذا انت بدك تروح لتعمل انتخابات نية به بيظل عدم وجود رئيس جمهورية يعني انت خد البلد على محل الشي الاكيد فيه انه في عندك اشكالات دستورية كتير كبيرة وجدية وخدت البلد على مكان ما حدا عارف شو بده يصير يعني خدت البلد على المجهول الامر كتير واضح استسفادي انا اذا بدي انتخب اذا بدي انتخب اعمل انتخبات نيابي يعني معناتها الحكومة الحالية ستصبح حكومة تصريف اعمال حكما بمقتضى الدستور انتخبت رئيس انتخبت مجلس نيابي بعد منها بدي يروح بدي انتخب رئيس مجلس لحتى يقدر المجلس يعمل اي شيء طب مين بيأكدوا انه رئيس مجلس سينتخب ليش ما اللي عم بيعطل يعني الانتخاب قبل ما تخلص الولاية يا استاذ حجار عفوا يعني موعد الانتخاب قبل نهاية ولاية مجلس النواب الحالي الولاية القانونية عم تحكي عشو موعدات جمهورية عم نحكي عن انتخابات نيابية ولايس جمهورية لا بتنتهت الولاية هلا انتهت الولاية هلا انتهت بس نحنا هلا لو انرحت انا عم بحكيك هلا انا ليش رحت لخيار التمديد رحت لخيار التمديد لأنه وصلت عم بقلك لما كان بظل غياب رئيس جمهورية ما بدي أحكي بالظروف الأمنية والظروف اللي عم يوفيها البلد وأنه الأجهزة الأمنية شو قالت ما بدي أحكي بكل هذا الموضوع أنا عم بيحكي بأمر دستوري بعد أنا رحت لإنتخابات نيابية بمقدر الدستور الحكومة تصبح حكومة تصريف أعمال حكومة تصريف أعمال انتخابت أنا مجلس نيابي بدي أنتخب رئيس مين بأكد لإنه رح أنتخب رئيس رئيس للمجلس النيابي شو عم بيحكي لأجمهورية لأنه اللي حكي اسمعنا اليوم على لساننا البعض أو اسمعنا من كام يوم بأنه إذا عملنا انتخابات نيابية نعمل انتخابات رئيس مجلس وبنجة عمل انتخابات رئيس جمهورية طب مين بأكد لإنه رحلنا انتخابات رئيس مجلس يعني اللي عم يعدقر لماذا ننتخب رئيس مجلس أيضا لأن مجلس النواب هو الذي ينتخب رئيسا للمجلس صحيح بس ولكن إذا انطرح الأمور بشكل بشكل اللي عمليت التشريع نحن خلنا بتشريع الضرورة ولقينا فريق كبير من المسيحيين الذين قالوا بتشريع الضرورة لأنه ما بيصير التشريع يكون عادي والأمور تبشي بشكل عادي كما لو أنه رئيس الجمهورية موجود هذا منطق انطرح ومشى فيه بالبلد ونحن الآن بالفترة الماضية قلنا بأنه نحن بس من روح للمجلس النيابي إذا كان فيه بشريع قوانين أو اقتراحات قوانين تتناول الأمور الحياتية والمعيشية والضرورية للمواطنة والبلد طبع منتوا تشريع ضرورة؟ شو شرعتوا ضرورة؟ هذه كلمة ضرورة كمان كلمة مطاطية هلأ هلأ بحكي فيها بس أنا عم بقول أنه اللي قال بهذا المنطق قابلوا منطق آخر وفي منطق الكتائب اللي قالت أنه نحن ما بدنا نقاطق ما بدنا نروح على المجلس بالكامل لأنه هذا المجلس شغلته فقط ينتخي برأي جمهورية صح ولا لا؟ مضبوط وهذا كان شعاركم كمستقبل وقوات لبنانية أنا عم بحكيه بواقع الحال أنا عم بني عم بني عم بني عم بني عم بني عم بي هذه العناوين أنا عم بقول لك واقع الحال هو شو هو؟ إذا مكرنا نحن عملنا انتخابات نيابية وإجا مجلس نيابي جديد هذا المجلس نيابي جديد إذا طلع واحد وقال أو فريق أو مجموعة قالت أنه نحن ما بنقبل ننتخب رئيس مجلس نيابي إلا إذا كان في رئيس الجمهورية بدنا ننتخبه بدنا يتأمن بنفس الجلسة هاي وهاي والطرف اللي عم بيعطل انتخاب رئيس الجمهورية شاف بأنه حظوصه كذلك بأنه بالمجلس الجديد لن تكون لن تكون متوفرة طب شو اللي بمنع أنه يضلها القصود مستمرة؟ يعني ساعتا أنت بكون رحت على محل لا بقى في عندك مجلس نيابي ولا عندك رئيس جمهوري ولا عندك حكومي لكن دكتور حجار أنتم سوأتم إلى التمديد قبل الوصول إلى هذه الأزمة معلق يعني أول كلام كان عم يطلع الوضع الأمني لا يسمح بإجراء الانتخابات النيابية كلام رجع لأشهر لورا من نحن؟ وزير الداخلية وزير الداخلية استند لوانت وزير الداخلية هو الشغل هو اللي قالها من راسه ولا لأن الأجهزة الأمنية قالتها استيس فادي يعني فيه بالأعلام أو ببعض الأعلام عم بيصير فيه تناول هذا الموضوع بشكل منه دقيق خلينا نسميه مين اللي طلعوا قال أنه نحن ما قادرين نعمل الانتخابات النيابية مش رأي وزير الداخلية قالها من موقعه كوزير فيه أجهزة أمنية بجلس الأمن المركزي اجتمع الوزير مع الأجهزة الأمنية إن كان أمن داخلي أو أمن عام أو أمن دولة وكذلك مخابرات الجيش وكان الرأي بأنه لا يمكن في هذه الظروف إجراء انتخابات نيابية وتأمينها لأسباب متعددة وقالوا أقلها بأنه لا يمكن تأمين 33 ألف عسكري 22 ألف غواء من داخلي و10 ألاف أو 11 ألف جيش ما فينا نأمنهم بهذه الظروف بالذات لأنه الجيش والقوة الأمنية منشغلة بأمور أخرى بمحاربتها لهذا الشيء اللي عم يحصل بالبلد فيه عائق يعني مادة أمام هذا الموضوع أنا بهذه الحالة أنا بدي اتعاطى مع هذا الموضوع اتعاطى معه بلا مبالات على قاعدة أنه والله خلي الفراغي عم مثل ما البعض يقول يقولها يمكن بالعلن سنتين وسبعت شهر سنتين وسبعت شهر لماذا يعني حتى نهاية الولاية الراهنة لماذا يعني أداش عم تمددوا الأزمة سنتين وسبعت شهر منع من مدد الأزمة أبدا أبدا استثبادي لسبب كتير بسيط ورد من بعض المناقشات اللي حصلت في الجلسة المجلس النيابي ورد في الأسباب الموجبة لإقتراح قانون التمديد الذي سيصبح قانون الذي أصبح قانونا للتمديد بعدما صادق عليه المجلس النيابي نحن قلنا بأنه بمجرد ما يصار إلى انتخاب رئيس للجمهورية واتفاق على قانون انتخابات جديد من روح لانتخابات نيابية يعني عملية السنتين وسبعة شهر من هي الهدف؟ الهدف هو أنه تروق تأمن استمرارية هذا المجلس نحن ما خايفنين عبقائنا بالمجلس هذا الحديث اللي بيحكيه كهون وهون أنه والله الديار المستقبل أو أفريقاء سياسيين خايفنين بأنه والله تتراجع حضورهم بالمجلس هذا طحنك اسمه لأنه نحن متيقنين تماما من واقعنا ومن قدرتنا ومن قومتنا ومن تأييد الناس لبشروعنا وإطارنا ما رحفوض بهذا العظيم لا بدي أقوله بهذا الموضوع نحن همنا يا استسفادي بقاء المجلس وليس بقاءنا بالمجلس ما نعم نفتش نحن أبدا على أن نبقى لواب ما هذا الهم اللي بدنا ياه نحن بدنا أن هذا المجلس النيابي اللي هو صباب أمان النظام الديمقراطي البرلماني اللبناني أن يبقى هذا الصمام موجود تبليش هناك حماسة لعدم غياب هذا المجلس ما كان فيه يعني ما شفنا هذا الصمام الأمان الذي يحمي الرئاسي الأولى وهو للأسف هذا اللي حصل ما هيدا يعني هذا السبب اللي عبي خلينا نروح لما كان نقول أنه أمام إصرار فريق سياسي على تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية رئيس جديد للجمهورية من بعد 14 محاولة لحد ديت الآن لانتخاب رئيس أمام هذا التعطيل إذا أنت تعطيت بلا مسئولية ونعم أقول بلا مسئولية بموضوع عدم تمديد ولاية المجلس يعني معناتها أنت عم تسمح لهذا الفريق الذي يعطل بأن يعمم هذا الفراغ على كل الوأسسات الدستورية في البلد وبالتالي ما عد في عندك إمكانية استسفادي إذا كان فعلا تعطل المجلس النيابي الظهر أي حل ممكن يصير اتفاق عليه أو أي تسوي يصار إلى الاتفاق عليها ما عد فيك تظهرها بشكل شرعي هذا هو واقع حال أنا بالتمديد لولاية المجلس أنا قطيت خطوة شجاعة تعطيت بمسؤولية على درجة كتير عالية بهذا الموضوع لأنه ما تعطيت معه بطريقة شعبوية ما تعطيت معه بطريقة المزايدة تحملت مسؤوليته كفريق سياسي تحملت مسؤوليته كنائب وذهبت إلى هذا الخيار غير الشعبي وغير الديمقراطي لأنه مش برعلك وغير دستوري أستاذ غير دستوري معلاش ما بعرف يعني لكن السؤال اليوم يعني المفارقة كيف اليوم توافقتم مع حزب الله على مبدأ التمديد هلأ نحن بالنسبة لأننا قلنا بأنه طالب هذا التعطيل مستمر وهذا التعطيل حاصل نحن بدأنا نحافظ على قاعدة النظام الديمقراطي بالبلد النظام البرلماني اللي هو المجلس النية حتى ولو بطريقة غير ديمقراطية أو غير شعبية يعني بالتمديد لولاية المجلس هلأ هذا نحن يعني هدفنا من وراء هذا الوضوح وضحناه وقل ليه هلأ رأي حزب الله أو هدف من وراء هذا الموضوع بتسأل حزب الله مش أنا بدي جاوبك عليه أنا اللي عبقلك أنا لشو رحب هو وافق بهذا الموضوع للمفرقة يعني اليوم ما عم بيسمعه منك لأن كان في كان في مقاربة أنتو طارحين إما التمديد أو الوصول إلى مؤتمر تأسيسي اليوم لحديد هلأ إيه لحديد هلأ صلنا خمسة آية هذا الخوف قبل قبل التمديد بصلنا خمسة آية أو عشرة آية عم نحكي ما سمعنا سيرة المؤتمر التأسيسي وكأن كان شعار لتشكيل رأي عام معين إلى جانب التمديد اليوم ما سمعناه لأن حزب الله ماشي بالتمديد مش هيك مش هيك موضوع المؤتمر التأسيسي هو كان أمر مش كنتو عم تطرحوا هذا الشعار خلي وضح يعني مش نحن عم نطرح نحن عم نقول الخوف من الذهاب بعدم وجود برلمان إلى هذا الموضوع إلى هذا إلى هذا الخيار ونحن نعرف بيقول له هناك فريق من يريد هذا الخيار ما عنده مشكل من أراد هذا الخيار أستاذ جراح مش بالتمديد ما بتصور كمان ما بتصور حزب الله ما بتصور طيل وطن الحر مش بالتمديد مهي لا طيل وطن الحر واضح بهذا الموضوع عم بارح كنت أنا بحلقة مع أحد النواب من كتلة طيل والواطن الحر عم بيقول بلش حديثه بالهجوم على الطائف بإنه الطائف المشكلة الطائف المشكلة الطائف المشكلة هي وبإنه إذا حصل فراغ فالي حصل الفراغ ما يعنيتها هذا إذا حصل الفراغ يحصل الفراغ يعني آنت فتروح على محل أنت ما عليك بلا مؤسسة دستورية عاملة بالبلد شو يعني إذا ما في ولا مؤسسة دستورية عاملة حتى لو كانت عرجة هذه المؤسسة استسفادي حتى لو كانت عرجة هذه المؤسسة بالطريقة اللي تدم الحفاظ على بقائها تبقى أفضل من الفراغ والذهاب إلى المجهول واللي كان بده أن يذهب إلى هذا الخيار يعني خيار الفراغ كان يريد من وراء ذلك التمهيد للوصول إلى المؤتمر التأسي يعني شو فترة هذا المجهول؟ يتوقف على الضغط اللي بتمارسه أنت كإعلامي وبيمارسه المجتمع المدني ونحن كنواب نريد انتخاب الرئيس الجمهورية يتوقف على قدراتنا على إجبار هذا الذي يعطل على توقف عن تعطيله لانتخاب الرئيس الجمهورية ووضع الخطوة الأولى الأساسية باتجاه إنهاء هذا التمديد غير الديمقراطي وغير الشعب دكتور حجار أنتوا قبل التمديد ليس كما بعد التمديد نعم اليوم نحن صرنا بفترة التمديد شو هي الخطوات المقبلة الجديدة التي ستسلكها؟ الأمر الأولوي تبقى بالنسبة لأنا أستاذ فادي انتخاب الرئيس جديد للجمهورية شو الإيلية؟ نحن طرحنا مبادرة طرح الرئيس سعد الحريري بـ 27 شهر الماضي طرح مبادرة عنوانة الأساسية إطلاق مشاورات وطنية للوصول إلى مرشح تسويه الرئيس فؤاد السنيورة وكذلك الزميل النائب جورج عدوان بجلسة مجلس النواب جلسة المؤخرة التي تم فيها التمديد للمجلس قال صراحة بأنه مرشحنا اللي هو الدكتور سمير جعجع واضح بأنه منه قادر يأمن أمن صاب اللازم كذلك المرشح الآخر الذي أعلن حزب الله أعلن السيد حسن نصر الله اللي هو العماد ميشيل عون كمرشح رئيسي واضح كذلك بأنه ليس عنده إمكانيات أنه يأمن هذا العدد اللازم للنجاح وبالتالي حتى ما ينبقي البلد في هذا الموضوع لنذهب إلى مرشح توافقي إلى مرشح نتوافق عليه كأفريقاء سياسيين لحتى نقدر نحمي هذا البلد ونحمي استمرارية هذا البلد ونحمي الموقع الأول في الكائنة الدستورية في هذا البلد وهو موقع لئيس الجمهوري مع كل رمزيته ومثاقيته بهذا الظرف بالذات بهذا الظرف المنطقة كلها سواء العربية عم تشتعل من حوالينا نعم نحن نريد بهذا الموقع أن يستمر ونريد هذا الرئيس المسيحي أن يكون في هذا الموقع نحن أصرارنا على هذا الموضوع لأنه نرى أنه لبنان بهذه التركيبة بهذا الشكل هو الرد على كل حملات التصرف والانغلاق اللي عم يشتعل من حوالينا لأول مرة السيد حسن نصر الله يسمي بالاسم العماد مشالعون مرشح يعني شو خلفية هذه التسبيل اليوم؟ يعني أنا ما بدي حلل بهذا الموضوع ما أعرف يعني يعني فيها رسائل كتير هلأ هاي دي الرسالة كيف بتشوفه؟ خليني أقول إنه هاي عبدالش بداية عزمة أو بداية حل هناك من رآها بإعلان ترشيحه ووضعها بسياق رد على ما قاله الرئيس سعد الحريري ومبادرة الرئيس سعد الحريري بالذهاب إلى مرشح تسوي إنه أنتوا بتحقوا ببرشح تسوية نفتش على برشح على رئيس توافقي لا نحن مصرلون على العماد عون وهذه قولوا أول مرة بيطرحها هناك من رأى في هذا الموقف هذا التفسير هناك من رأى في هذا الموقف قرأوا بشكل مغير قال بأنه سيد حسن نصر الله أعلن العماد مشالعون كبرشح توافقي لحتى لاحقا يقول له أنه حاولت أعلنت وقلت أنه بدي إياك بس ولكن ما في ظروف لتمريرك وتأمين انتخابك رئيس الجمهورية وبالتالي سأصبح في حل من هذا الالتزام فيما بعد هذا طبعا هذا الأمر بتوقف أنا بتقديري بالنسبة تقديري تحديدا لموقف حزب الله من هذا الموضوع على موقف الراعي الإيراني ماذا سيكون موقف إيران من هذا موضوع انتخاب رئيس الجمهورية لأنه أنا بقراءتي أنا حسب ما أرى كمحمد الحجار أنا أرى بأنه الإيرانيين الآن ربما لا يريدون أن يؤمنوا رئيس جديد انتخاب رئيس جديد للبنان هذه الورقة يريدون أن يبيعوها للي بدون يبيعوهني اللي هو الطرف الأمريكي بهذا المفاوضات اللي حاصلة حاليا وهذا الصراع عن النفوذ والبحث عن مواقع نفوذ لإيران في هذه المنطقة العربية والمنطقة الشرق الأوسط أنا أرى ربما يكون هذا الموقف بهذا الاتجاه بس بتقليب هل معنى ذلك بأنه تستتوقف عن الضغط بكل الوسائل الديمقراطية المتاحة للذهاب إلى انتخاب رئيس الجمهورية أنه انتهت فترة التفاوض مع حزب مع طيار المستقبل ما معرف يعني بهذا الموضوع أنا ما أنا نحن دعاة حوار دائم نحن دعاة تواصل استيس فادي ما منعرف ما فينا نقول أنه والله هذا التواصل هيك بقرار عامد متعمد بدون نظر إلى ظروف الموضوعية لإله أنه يقول أنا ما بدي حاور أو ما بدي كمل أو ما بدي ناقش أو ما بدي اتواصل هيدا منه بأموسنا نحن حديث اللي قرأناه اليوم بصحف المحلي بجاية السفير تحديدا للعماد ميشيل عون حديث يتحمل مسؤوليته العماد ميشيل عون تحديدا فيما قالوا أنا بالنسبة لإلي سأسعى دائما إلى إيجاد قواصم مشتركة مع الجميع إيجاد قواصم مشتركة مع العماد ميشيل عون نحن أللو للعماد ميشيل عون قالوا الرئيس سعد الحرين أنه ما عنا ذاته عليك لكن في ذاته صعودي بدأت هذا حديث يريد هذا مش أول مرة يقال مش أول مرة يقال ولا كل ما يقال هو الصحيح ليس كل ما يقال هو الصحيح إذا قال العماد ميشيل عون وريتا أنا اليوم بالصحيفة بأنه والله الوزير الخارجي السعودي هو لا يريده وأنه والله أنا مش هيك كان بداية الحديث بيني وبين الرئيس سعد الحريري هذا موضوع أنا برد عليه رئيس سعد الحريري مش أنا برد عليه أنا من نهاية طيب من حط الفيتو على العماد ميشيل عون في طيار المستقبل لإقناع طيار المستقبل بيقول له يعتذر عن دعمه للعماد ميشيل عون طيار المستقبل قالها وعبر عنها وعبر عن هذا الموقف الرئيس سعد الحريري رئيس طيار المستقبل ما عنا فيتو لا على العماد ميشيل عون ولا على غير العماد ميشيل عون مش كلت العماد ميشيل عون كانت تحديدا نحكي هذا الحكي يعني اعتذرنا أنه نحن عماد عون نحن نعتذر منك مش قدرين نصوت لك كرئيس الجمهورية هو المبده هو العماد نيشيل عون نحن شو الليلو الليلو حتى تقدر أنت تكون مرشح توافقي هو عبيت رح نفسه مرشح توافقي صح ولا لا طب لما عبيت رح نفسه مرشح توافق قل ليلو أنه عليك أن تقنع بتوافقيتك الأطراف الآخرين وتحديد أطراف المسيحي نحن إلنا موقف وقاله الرئيس سعد الحريري بإفطار رمضان الماضي بتموز الماضي قال بشكل واضح ومباشر بأنه نحن مع ما يتفق عليه المسيحيون الذي يتفق عليه المسيحيون أي مرشح نحن نروح من صوت له ما بدنا أكثر ولا بدنا أقل بس إذا كان المسيحيون غير متفقين على هذا الموضوع والعماد نيشيل عون لم يستطع إقناع الأطراف المسيحية الأخرى بأنه هو مرشح توافقي ما يجي يطلب مننا أنه نحن نوقف معه ولا حسابه حلفائنا بـ 14 أدار هذا الأمر لن يكون لن يكون لن يعني ما لحب تكون انتخابات النيابية الرئيسية مدعاة لضرب فكرة 14 أدار وجمهور 14 أدار قفعا لا بأي معنى ضرب فكرة 14 أدار؟ لأنه نحن بالنسبة لأن هذا النسيج هذه الشرائح الاجتماعية والسياسية هذه الشرائح أكثر الطائفية والمتعددة اللي نوجدت بـ 14 أدار واللي جسدت فكرة لبنان الحلم اللي من أجله برأي أن نحن استشد رفيق الحليل ما بدنا يهضي لأنه يعني دفعنا دم لنوصلها وبدنا نحافظ على هذا على هذه الصورة تبقى وتكون مدعاة أمل للأجيال المستقبلية أنه تبقى بهذا البلد ما تترك هذا البلد ولكن مع إصرارنا على هذا الموضوع وحديثنا عن ترشيح قلنا ما أنه والله سكرنا على حال البيب قلنا أنه هذا مرشح للدكتور سمير جاجع ونقطع السطر ما بدنا نحكي مع حدا مثل ما عم بيحكي العبادة عم نقول نحن استسفادي أنه نحن جاهزين وهذا اللي قال لي من مرشح رئيس الحليل يقاله بـ 27 الشهر الماضي نحن جاهزين للحديث عن مرشح توافقي طيب مين اليوم عم ترشحوا هيك بالكواليس السياسية غير الدكتور تم يرجع جاع هذا الموضوع ما بحديث يعني عم يطلع من عندكم من كواليسكم أكتر من اسم يعني هذا يعني أنا بتصور الحديث هو حديث يعني المرحلة الراهنة أي شخصية رئيس تتطلب أنا بتقدير المرحلة الراهنة تتطلب رئيس يقدر على جمع اللبنانيين على احتضان اللبنانيين رئيس يلتزم بالدستور وبحماية الدستور وكذلك رئيس يكون معتدل رئيس يستطيع بهذا الزرد بالذات يلمي اللبنانيين كله نسوا مش رئيس يأوس على مجموعة من اللبنانيين من هي الشخصية القادرة التي تستطيع أن تجمع كافة اللبنانيين استفادي أنا عم بحطيك مواصفة هل سنجد رئيسا قادرا على جمع اللبنانيين ما فرقته السياسة يستطيع أي تستطيع أي شخصية عم تحكي عنها قادرة أن تجمع ما فرقته السياسة أنا أقول لك سيستفادي أنا ما أسعى إليه أنا أحاول ممكن أن أقوم نموته فنعذره أنا عم بسعى إلى هذا الهدف أنا بدي بلاقي أنه بهذا الظرف بالذات الظرف يستلزم أنه يكون فيه رئيس يقدر يجمع اللبنانيين بوقت الكثير من المشاكل والتناحر والشحن عم ينخلق بينهم وعم يتأثروا طبعا بما عم يحصل بالخارج من هون أنا مصر أكثر من أي وقت مضى على أن أصل إلى هذه النوعية وهذه المواصفات لرئيس الجمهورية لحتى أمن بيقدر يقود للدف ويكمل لأدام غير هيك يعني ما أتعى رايحين للمشهول عظيم خلينا نتوقف مع بريك أصير ونعود لمتابعة هذه الحلقة مشاهدين الكرام بريك أصير ونعود إلى بيروت اليوم أهلا بكم مشاهدين الكرام لمتابعة هذه الحلقة من بيروت اليوم ضيفي عضو كتلة المستقبل النائب الدكتور محمد الحجار بعد في نقطة لو سماحت عن قضية التمديد والإشكالية التي خلقت تمديد وفي عصى البطرق يعني وصلنا لأول مرة غبطة البطر يارك يتحدث بهذه اللغة الصارمة الغاضبة المستائة من النواب يعني أول مرة أخذتونا على تمديد لأنكم متوفقتوا على قانون يرضي يرضي طرفين واليوم ربما نظرية التمديد لم تقنع الكثير من اللبنانيين خليني نقول بالمرة الماضي نراح على تمديد نعم لسنة وخمسة شهر لأسباب كانت معروفة أن يومتا ما كان فيه اتفاق من بعد طرح قانون الأرتودوكسي والضجي اللي عملها والخاربطة اللي عملها داخل الملأ لكن طرحت قضية الأمن يا أساس حجار لا 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 يعني إذا بنرجع لأرشيف الأمر الأساسي وقتها كان عم ينحكى بموضوع عدم الاتفاق على قانون علم أنه في عنا قانون راهن قانون حالي ولكن كان في رفض مطلق من فريق كبير من اللبناني وتحديدا من المسيحيين لهذا القانون طيب اليوم لو ما كان فيه الوضع الراهن إن كان الدستوري أو الأمني ما كنا راح نروح على القانون يلي خضنا فيه الانتخابات 2009 يعني موجود لأنه بعد لأنه ما قدرنا نتوافق على قانون مع منت ولا اجتماعات لجنة ما عددت عملت ولا اجتماعات صار بلا صار صار عدد صار في عدد اجتماعات صار في عدد اجتماعات بس ولكن ما كان هذه الاجتماعات لم تتابع بالشكل المطلوب لحتى تقدر توصل إلى النتيجة المتوخات من قبل فريق معين برجع بقلك نحن بالنسبة لأننا إلا جاهزين للنقاش بأي قانون انتخابي ونقول ما عندنا في هذا الموضوع بس التمديد حصل لهذا السبب زاد الظرف الأمني اللي بتعرف كي يومتا كان فيه عنا تفجيرات اللي كنت عم تحصل بالضاحية واللي حصل بمناطق متعددة من لبنان التمديد اللي وصلنا اليوم بدي لك شغلة بلملي ديريك بلملي شو له مصلحة بأنه يقول من كم يوم بالصراعي الحكومي بأنه حسنا فعل المجلس النيابي لأنه جنبنا لبنان بهذا التمديد فراغ إضافي شو له مصلحة؟ لأن صلنا على حافة الهاوية صلنا على حافة الفراغ يعني في فترات يعني لو احترمنا المهل القانوني ممكن ما كنا وصلنا لهذه استيسفادي خليني أقول نحن المشكلة الأساس اللي وصل البلد إلى هذا هو عليه اليوم هو تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية وأنا بتمنى من سيدنا البطرة ومن مين مكان بده يتناول هذا الموضوع أنه يدل بالأصبع مباشرة على من يرتكب هذه الجريمة بحق البلد التعميم أنا لا أوافق عليه أنه نحكي بالبطرة استيس حجر بشفافية بس بعد عندي سؤال قديش أنتوا عندكم جدية بالتعاطي مع قانون الانتخابات؟ ما علش ما عم نشوف كرأي عام ما عم نشوف جدية بالتعاطي أنه بارح الرئيس بره عنده جلسة تمديد داعي اللجنة السودسية للاجتماع ما حدا من الرأي العام أخده على محمل الجد لأن هذه اللجنة لن تخرج بقانون يرضي الطرفين 48 الدافة جدية حقيقية نحن عققية كفريق 14 أذار بـ 14 أذار لا لا بـ 14 أذار نرجع من هذا السؤال مطرح على 8 الدافة جدية بإقرار قانون يرضي اللبنانيين مشكلة عمش السياسيين نحن بالنسبة لألنا بتعرف أنه كان عندنا موقف من القانون الأرثودوكسي لأسباب صارت بعض حظيم وأنتو عندكم موضوع ضد النسبية كمان صحيح صحيح وقالنا أنه النسبية كلبنان دائرة واحدة بيظل السلاح الموجود واللي قادر يفرض خراره وخياره بمحلات كتير من البلد أنا غير موفق عليها بشكرك للمشكلة الأساس ما يزال في هذا البلد هو السلاح السلاح الذي يعطل الحياة السياسية هذا السلاح الذي يفرض خياراته بكل محال شفتنا كيف هذا السلاح كيف فرض حاله وقت الاستشارات النيابية اللي قاتت بحكومة الرئيس النجيب يقاطي شفتنا كيف هذا السلاح فرض نفسه وجاء بالحكومة اللي بدوا إياها ليه بدنا ننكر حيثا واقع أنا عم بقول أنه إذا فعلا نريد لهذا البلد أن ينهض ما بيكون في سلاح إلا بسلاح الدولة إلا بس بيد الجيش والقوى الشرعية يعني أنتم خيفينين على شعبيتهم بمناطقهم وعرفين أن حزب الله سيفرض سلاحه بمناطقهم أنا اللي عم بقوله أنه مش على طريقة أنا الأوال لأن نلتزم جميعا ونتمسك جميعا بالدولة بجهزة الأمنية الشرعية والدستورية مش على طريقة اللي قام مبارحة الوزير جبران باسيل بالبقاع بأنه المقاومة ما حدا له معها يقل له وين بديك تروحي وين بديك تجي أو إذا بتتعمل أو شيء تخد إذا من حدا هذا هذا أمر عم يروح باتجاه ضرب الدولة وضرب هت الدولة وضرب هت الجيش اللي عم يتغل فيها ما زال أخذني في الكلمة الأخيرة لسماحة السيد حسن نصر الله إشادي لتيار المستقبل بدوء ما جرى في ترابلس وعكار والضنية اثنين دعوة صريحة إلى الحيو أربعينة طيار المستقبل وحزب الله أين صارت هذه الدعوة في كواليس سيار المستقبل؟ هذا الأمر يدرس حاليا في طيار المستقبل وتحديدا بقيدة طيار المستقبل عند الرئيس سعد الحليب بتصور سيكون هناك موقف فيما بعد نحن بقلك المسلمات والثوابت اللي عنا إياها بهذا الموضوع التواصل مع الأطراف جميع السياسية اللبنانية مطلوب دائما وفي هذا الوقت بالذات مطلوب أي حوار لا ينجح مفروض يكون حوار منتج وهذا الحوار المنتج يجب أن يكون له مرتكزات نحن شو برجعية هذا الحوار هذه نقاط يجب الحديث فيها نحن برأينا برجعية أي حوار لحتى يكون منتج وحتى يكون ناجح هي الدولة وشروط الدولة هذا الحوار لا يجب أن يكون حوار بالإعلام فقط مش أنه والله أنا بطلق دعوة أنه أنا بدي حاول لا بشو بتكون جيبوا بالسلبي أم بالإيجابي ما يعني هذا الموضوع متروك للرئيس سعد الحريري اللي هو بيعلم في مقاربات أنت تكتل أنا بقلك أنا بقلك يعني هذا دعوة مش للرئيس سعد الحريري دعوة لتيار المستقبل بشكل عام وطيار المستقبل سيكون له موقف واضح في هذا الموضوع المرحلة تتطلب حوارة مع حزب الله المرحلة تتطلب تواصل مع جميع الأفريقاء والرئيس سعد الحريري لما قال أنه طالب بإطلاق مشاورات وطنية بموضوع رئيسة الجمهورية لم يستسدي حزب الله من هذه المشاورات أطلقها باتجاه الجميع بما فيهم حزب الله من هنا بقلك أستاذ فادي أنه إذا كان فعلا نريد للحوار الذي يقول به سيد حسد نصر الله إذا فعلا نريد أن يكون حوار فاعل وحوار منتج وليس فقط طرح نطلقه في الأعلام مدخله انتخاب رئيس جمهوري إذا كنا فعلا نريد حوار ناجح المدخل هو الذهاب إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية وعدم التمادي في تعطيل البلاد وتعطيل الدولة وضرب هيبت الدولة بهذا الاتجاه حاصين أنت عم تردوا بالإعلام وليس بالمباشر يعني المرتكز الأساسي للحوار بين المستقبل وحزب الله يجب أن يكون على ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية أنا عم تسألني رأي بهذا الموضوع عم قلت لك رأي في هذا الاتجاه انطلاقا من شيء اللي حكي الرئيس سعد الحريري اللي مبدرته بـ 27 تشين أول قال بشكل واضح حكي بين قطتين حكي بموضوع المشاورات الوطنية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وكذلك تكلق عن ضرورة وضع استراتيجية أمنية ووطنية لمواجهة الإرهاب ومواجهة هذه الدعوات للتقاطل ما بين اللبنانيين أو هذه الدعوات لإحداث فتنة بالداخل اللبناني شو أساسها وكيف مواجهتها هيدا هذه النقطتين اتنين قال فيهم الرئيس سعد الحرير لمو مبدرتو هلأ بتقلي الرد على دعوة السيد حسن نصر الله أنا لست بولش وما عندي المسئولية لحتى أنا رد بهذا الموضوع قيادة الطيار عم تدنس هذا الموضوع سيكون هناك رد متى سيكون الرد في إطلالة جديدة ممكن جدا أي متى يعني ما بعرف اسمها لكن ما بتصورح بكون بعيدة يعني أسبوع المقبل ما بعرف فعلا ما عندي هل نشهد يعني تواصل يسبق الحوار العام على مستوى أعلى في تواصل بين الكدرات بين القيادات ما حسب الله لا لا نحن ما عندنا أي تواصل ما حسب الله يعني في الموازات في تواصل بينكم وبين الرئيس في تواصل على مستوى النيابي إذا بدك على مستوى النواب نعم موجودين ومنحكي مع بعض في تواصل على مستوى مجلس الوزارة اللي لاحق إنه والله في وزراء من حزب الله موجودين مع وزراء من طيال مستقبل على نفس الطاولة نعم بس ولكن الحديث اللي أنت بدك التواصل اللي تريده اللي تقصده به سؤالك غير موجود أنتم متحمسين إلى هذا الحوار نحن من موقع إصرارنا وعملنا الدقوب والدائم لوضع حد للمعاناية الموجودة بهذا البلد وانتخاب رئيس جديد للجمهورية لأنه بعد هو المدخل لكل التطورات الإيجابية الممكن أن تنتج وممكن أن تحصل نحن جاهزين أن نتواصل عزيم السيد حجار ما هي مقاربتكم لموضوع الأسرى المخطفين لدى النصر وداعش نحن من الأسس إلا أنه بهذا الإطار في لجنة وزارية خليط أزمي شكلت من قبل مجلس الوزراء وعننا ونحن عنا ملء الثقة في هذه الخليط وفي رئيس الحكومي وبالتالي عملنا يعني كان خطابنا دائما وما يزال هو نفسه بأنه خلينا من موقع ثقتنا بهذه الخليط وبرئيس الخليط رئيس الحكومي ما نتناول هذا الموضوع في الإعلام بقدر الإمكان لحتى فعلا تترك هذا الخيار تترك الخيارات مفتوحة أمام أو بهدف الوصول إلى تحرير هؤلاء الأسرة هؤلاء البخطفين لأنه شيء غير طبيعي أنه هناك عنا 27 مخطوف عسكري بين جيش وبين قوة من داخلي أنه يظلوا مخطفين يظلوا بأيدي هؤلاء المجموعات الإرهابية المسلحة التي اختطفتهم من داخل البلد هذا أمر لا يجوز الاستمرار فيه يجب بذل كل المستطاع وكل الإمكانات يجب توفيرها للوصول إلى تحرير هؤلاء وأرجعهم إلى ذويهم إلى ناسهم نعم المعاناة اللي عبيعيشوها أهل أهل البخطفين يمكن أنت منك شايفها ويمكن أنا مني شايفها ويمكن غيري مني شايفها بس هاي ما بيحس فيها الجمرة تدارة إلى مكانة هالناس هول باللي عم بيعملوه عم بيروخ مرغمين اللي عم بيساوله حتى يعلوا صوته ويفرجه ويحثه من يريد أن يمعمع السطن أو بيريد أنه والله يعني يمنع العمل باتجاهات معينة ويسمع فيها فقط باتجاهات معينة أنه يسمع بأنه هناك هذه المعاناة لا يجوز أن تستمر من هون أنا بقول كل شي تقدم على هذه الخليل وزلي مسبقا أنا معافية عظيم اليوم في مبادرة بثلاث أجزاء الجانب اللبناني وافق على الخيار الثالث في مواجهة كل عسكري خمس موقفين في سجن رومي إضافة إلى خمسين امرأة لدى النظام السوري ليش اليوم رجعنا نربط أزمة العسكريين المخطوفين بأزمة الأسرة لدى النظام السوري يعني أنتو عم تحاولوا ما بدنا نربط الأزمة اللبنانية بالأزمة السورية نحنا مهد نحن عم نقوله أستاذ فادي أنه بهذا مش نحنا اللي طرحنا أصلا أنه والله شوية الخيارات يعني أرينا هذه الخيارات هي المعافية عظيم هي اللي قالت فيها و أريناها بالأعلام أنا ما عندي معلومات فيها خليني أحكي انطلق من هون مظبوط أنا بحكي عن شي ريته بالصحف وما بدي أتبنيه لأنه ما بعرف مدى دقته بس ولكن هذه الخيارات الحكومي اللبناني شي وابت قالت كمان أرينا يعني ما شفت بقرار طلعه الرشار بشكل رسمي لكن أرينا بأنه خلية الأزمة وفأت على أنه مقابل كل مخطوف في خمسة من سجن رومي وخمسين أسيرة أو معتقلة بالسجون السورية أصبح الذي طرح هذا الموضوع الطرف الخاطف لا سوق لا هذا الطرح ولا لديك هلأ التعاطي في هذا الموضوع أنا بتخديري يجب أن يكون تعاطي على مستوى عالي من المسؤولين الهدف اللي بدنا نفتش عليك كيف نرجع الناس لأهليها والمختطفين لعائلاتهم وولادهم ونسوانهم وأخواتهم بتقلي إذا أصدق من سؤالك أنه أنا لا أعترف بشرعية النظام السوري وفي هذا الطرح ما تروح إذا هذا هو السؤال أنا أقول لك في الحكومة حددت أو الخلية الوزارية حددت طرف مفاوض هذا المفاوض بيتحرك بالطريقة التي يراها مناسبة لا الوصول إلى هذا الهدف تقلي أنا تحكيني مسبق نحن عمين عم نحكي على طرف المفاوض اللواء وليس المفاوض القطري هذا بالنهاية المفاوض القطري وصغير اللواء عباس في مسير دولة لبنانية مبني على قرار مجلس الوزراء ومجلس الوزراء منقسم حول الانفتاح أو التنسيق مع النظام السوري واليوم بارح اللواء جميل السيد حامل رسالة من رئيس بشار الأسد لضرورة التنسيق بين الجيشان اللبناني والسوري لحماية الحدود المشتركة أنا اللي عم بقوله أن هذا التفاوض والحكوم اللبنانية ترفض مجتمعة يعني مش كل الحكومة نائم النفس اللي أخدته هذه الحكومة مسبقا بهذا الوضع وكان إذا بدك من الناحية الشكلية موقف هو الذي يجب أن يكون بينما فعليا ما هيك عم يكون ما هيك متفقين يعني كان فيه أطراب هذا من موقف أعلن أيام حكومة رئيس نجيب ميقاطي بينما الطرف اللي هو ألف حكومة رئيس نجيب ميقاطي لأين عم يقاتل بسوريا وميزات حتى لو هو حزب الله يعني نحن بطلنا بطلنا مع سياسة النائب النفس لا أنا بقول أنه هذه السياسة يجب أن تكون والنائب النفس هو الموقف من بعده عم يحكي عن نائب النفس أستاذ حجر ما عندك خيار آخر لابدك تروح يا أستاذ فادي لكن في أمر واقع يعني حزب الله ممثل أنا قايم على حزب الله ورافض حزب الله وعم بهاجم حزب الله وعم بقول حزب الله وصلنا لوصلنا لأنه لأنه خرق هذه السياسة خساس النائب النفس وراح تنفيذ للأوامر الإيرانية لحتى يقاتل بجانب النظام السوري من بعد بتعددت والدرجت أسباب ذهابه من قصة حماية المقدسات إلى حماية لبنانيين إلى حماية نظام إلى حماية تكفيري موقف الاستباق ضد تكفيريين حرب استباقية ضد التكفيريين يعني التكفيريين موجودين هل أبناء شخصية هل أبناء شخصية دخول التكفيريين إلى عرسال هجوم عبرتال وانطلاقهم من ترابلوس والضنية وعكار وغير من المناطق وصيدة حودي شو أنا اللي بقوله أستاذ فادي حزب الله بقتاله بسوريا هو الذي استجلب هؤلاء إلى لبنان هو اللي جابه للبنان حودي لبنانيون عزا عم نحكي إذا ما بدك تعترف عرسال لبنانيين بترابلوس وحباليس وعكار والضنية وشو ما كانت جنسيتهم أنا مني عبقول بس ولكن أنا مني عبنائش جنسيتهم شو ما كان يكونوا هال بالنهاية جماعة لما عم بيقاتلوا بلبنان وعب بيعتدوا على لبنانيين هال بالنهاية إرهبيين ما عم بحكي بغيرهاك بس شو السبب اللي خلاننا نوصل لهان هو حزب الله بيقتالوا بسوريا بيذهبوا إلى سوريا رغما عن لبنانيين ورغما عن إرادة اللبنانيين ورغما عن إرادة الدول اللبنانية ورغما عن إرادة الجيش اللبناني ورغما عن إرادة القوى الشرعية اللبنانية واستلشاقا بكل هال راح ليقاتل تلبية للأمر الإيراني هادي شعار يلي طلعوا من التراوز وغير من المناطق يعني توصيع رقعة الأمبراطورية دولة الإسلامية ووصولا إلى الساحل شو خاص حزب الله بهذا الموضوع حزب الله يقول أنه أنا سد منيع في وجه دخول هؤلاء إلى لبنان بينما فعلينا شو عمل جابوا للبنان وخلنا هذه الحركات تقوى وتنشط للبنان يعني الأمر واضح تماما سيد فادي لما أنت عم بتروح خرقت سياسة النقي بالنفس وتروح تقاتل بالنظام السوري والكل يعلم بأنه في لبنان هناك انقسام عمودي كبير وقاصي مبين اللبنانيين في نظرة إلى الثورة السورية والنظام السوري انت لما عم تروح تقاتل حماية للنظام السوري ودعما للنظام السوري في طرف سياسي آخر لبناني غير رافض هذا القتال ورافض هذا اللي عم تعمله أكيد بيدخلوا إذا كانت إضافة إلى عواب الأخرى إلى العلاقة بالفقر إلى علاقة بالتعطير إلى علاقة بشغلات تانية دكتور حجار سؤال أخير عندي بعد ثلاث دقائق فقط قضية النازحين السوريين اليوم أكثر من مليون ونص أنتم اليوم كتلة المستقبل التي عملت لوبينغ للسماع بفتح الحدود أمام هؤلاء النازحين خوفاً وهرباً من الحرب أداش اليوم أنتم نادمين على هذا اللوبينغ يعني وصل الوضع في لبنان إلى حد لا يحتمل حتى الوزراء كون يعني بقولوا نحن أقفلنا الحدود هل تأخر قرار إقفال الحدود؟ خليني أقول أنه بالنسبة لعملية الناس حين السوريين وصل عدد إلى محل ما قادر اللبنانيين تتحملوا ولا اللبنانيين قادرين يتحملوا لا عن مستوى الاجتماع الاقتصادي والأمن على كل المستويات على كل المستويات ولكن السبب في وصول الوضع إلى ما وصل عليك هو من رفض منذ اليوم الأول الاعتراف بأن هناك مشكلة في سوريا وبأن هناك نظام سوريا عم بيقتل الناس وأن هناك في ناس حين عم تجوا واللي كان عم يردد ويقول أنه الثلاثة الجاي بتنتهي والثلاثة الجاي بتنتهي والثلاثة اللي وراء بتنتهي لكن أنتم عملتوا لوبيينج لفتح الحدود نحن عمل نحن إلا ومش لوبيينج بس يعني كان في ضغط كتير بالسياسي والإعلام ما بد طرف سياسي داخلي يقول إيه ولا لا الموضوع يتعلق بجانب إنساني عظيم لكن ما في إلو تنظيم ما كان في تنظيم هذا اللي طلبناه وهذا اللي أصدته بحديثي أنه عدم اعتراف الحكومي وقتها بوجود أزمة لو فعلا ذهبنا إلى الشيء اللي ذهبت لألو تركيا أو ذهبت لألو أردن وعملنا للمخيمات ومعسكرات أعدوا فيها وترأبت من قبل الدولي لكن اقتصاديا عندنا مشكل ولكن اجتماعيا عندنا مشكل ولكن أمنيا عندنا مشكل بس اللي رفض أن يعترض بوجود الأزمة ورفض المخيمات في ذاق الوقت هو اللي اخوصل للمحل الأمر اللي وصلنا إلى اليوم دكتور محمد الحجار أنا بشكرك على هذه المقابلة أهلا وسهلا فيك مشاهدين الكرام انتهى وقت البرنامج شكرا للمتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة